التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى تعلمنا قبل ذلك خاصية توزيع الضرب على الجمع أي كما نقول خمسة مضروبة في سين زائد صاد الخمسة مضروبة في القوس أي مضروبة فيما داخل القوس أي خمسة سين زائد خمسة صاد فإذا كان التمرين هكذا خمسة في سين زائد خمسة في صاد أي حدا جبريا زائد حد جبري فيمكن إرجاعه لأصله أي خمسة في سين زائد صاد وكيف ذلك؟ نوجد العامل المشترك الأعلى بين الحدين وهو خمسة والعامل المشترك الأعلى هو ما يقبل كل الحدين القسمة عليه فنضع عين ميم ألف أي العامل المشترك الأعلى خارج القوس ثم نقسم كل حد على العامل المشترك الأعلى ونضع النواتج داخل القوس أي خمسة في سين زائد خمسة في صاد تساوي خمسة مضروبة في خمسة سين على خمسة زائد خمسة صاد على خمسة أي تساوي خمسة في سين زائد صاد والتحليل هو تحويل الجمع إلى ضرب أي جمع الحدود الجبرية تحول في النهاية إلى ضرب خمسة في سين زائد صاد مثال حل الكل مما يأتي بإخراج العامل المشترك الأعلى رقم واحد أربعة سين زائد ثمانية صاد العامل المشترك الأعلى هو أربعة إذن أربعة سين زائد ثمانية صاد تساوي أربعة في سين زائد اثنين صاد نكتب العامل المشترك الأعلى خارج القوس ونقسم المقدار كله على العامل المشترك الأعلى رقم اثنين اثنين عشر ألف باء ناقص ستة عشر ألف جيم العامل المشترك الأعلى يساوي اثنين أم أربعة أم أربعة ألف أحسنتم أربعة ألف إذن اثنى عشر ألف باء ناقص ستة عشر ألف جيم تساوي أربعة ألف في ثلاثة باء ناقص أربعة جيم رقم ثلاثة ثمانية وعشرين سين أس ثنين صاد أس ثلاثة ناقص واحد وعشرين سين صاد أس ثنين زائد خمسة وثلاثين سين صاد العامل المشترك الأعلى هو سبعة أم سبعة سين أم سبعة سين صاد هيا اختاروا الإجابة الصحيحة أحسنتم الإجابة الأخيرة سبعة سين صاد نخرج العامل المشترك سبعة سين صاد ونقسم المقدار كله على هذا العامل أي سبعة سين صاد مضروبة في أربعة سين صاد أس ثنين مواقص ثلاثة صاد زائد خمسة رقم أربعة اثنين وعشرين ألف أس ثلاثة باء أس ثنين جيم أس ثنين مواقص ثلاثة وثلاثين ألف باء أس ثنين جيم أس ثلاثة زائد أربعة وأربعين ألف أس ثنين باء جيم أس أربعة أخرجوا العامل المشترك الأعلى وحدكم أحد عشر أم أحد عشر ألف باء جيم تربيع أم أحد عشر ألف باء جيم أحسنتم الإجابة الثانية أحد عشر ألف باء جيم أس ثنين نكتب العامل المشترك أحد عشر ألف باء جيم تربيع في أثنين ألف تربيع باء ناقص ثلاثة باء جيم زائد أربعة ألف جيم أس ثنين مثال آخر حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى رقم واحد لام مضروبة في ألف زائد باء زائد ميم مضروبة في ألف زائد باء أين العامل المشترك الأعلى؟ ألف أم ألف زائد باء أم ميم أحسنتم ألف زائد باء انظروا معي إلى هذا المقدار الجبري الذي يتكون من حدين لام مضروبة في ألف زائد باء وميم مضروبة في ألف زائد باء؟ أين المشترك؟ نعم ألف زائد باء أين ناتج يساوي ألف زائد باء؟ ونفتح القوس في لام زائد ميم رقم اثنين ألف زائد ثلاثة باء في ألف ناقص باء زائد اثنين ألف في ألف ناقص باء أين المشترك؟ أحسنتم ألف ناقص باء مضروبة في ألف زائد ثلاثة باء زائد اثنين ألف أي ألف ناقص باء مضروبة في ثلاثة ألف زائد ثلاثة باء أي ألف ناقص باء مضروبة في نخرج العامل المشترك ثلاث مضروبة في ألف زائد باء أي الناتج يساوي ثلاثة في ألف ناقص باء في ألف زائد باء رقم ثلاث ثلاثة سين في ألف ناقص باء زائد أربعة صاد في باء ناقص ألف انظروا في الحد الأول ألف ناقص باء وفي الحد الثاني باء ناقص ألف انظروا معي ألف ناقص باء هي نفسها سالب مضروبة في باء ناقص ألف وباء ناقص ألف هي نفسها سالب مضروبة في ألف ناقص باء أي نستطيع أن نضع سالب ألف ناقص باء بدلا من باء ناقص ألف فيكون المقدار ثلاثة سين في ألف ناقص باء ناقص أربعة صاد في ألف ناقص باء أي ألف ناقص باء مضروبة في ثلاثة سين ناقص أربعة صاد مثال آخر استخدم التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى لإيجاد ناتج ما يأتي رقم واحد ثلاثة وعشرين في أربعة عشر زائد ثلاثة وعشرين في ستة وثلاثين هيا حسبوها وحدكم وأخبروني بالناتج الناتج يساوي ثلاثة وعشرين أم ألفا ومئة وخمسين أم ثلاثة وسبعين أحسنتم الإجابة الثانية ثلاثة وعشرين في أربعة عشر زائد ثلاثة وعشرين في ستة وثلاثين تساوي ثلاثة وعشرين في أربعة عشر زائد ستة وثلاثين أي ثلاثة وعشرين في خمسين يساوي ألفا ومئة وخمسين رقم اثنين خمسة وثلاثين في ستة وعشرين زائد خمسة وسبعين في خمسة وثلاثين ناقص خمسة وثلاثين هيا اختاروا الإجابة الصحيحة وحدكم وأخبروني بها الناتج يساوي خمسة وثلاثين أم مئة وواحدة أم ثلاثة آلاف وخمسمائة أحسنتم الإجابة الأخيرة المقدار يساوي خمسة وثلاثين في ستة وعشرين زائد خمسة وسبعين في خمسة وثلاثين ناقص خمسة وثلاثين مضروبة في واحد أي نخرج العامل المشترك الناتج يساوي خمسة وثلاثين في ستة وعشرين زائد خمسة وسبعين ناقص واحد أي 35 في 100 الناتج يساوي 3500 رقم 3 22 في 17 زائد 22 في 11 زائد 22 تربيع أي حسبوها كما تعودتم وأخبروني بالناتج الناتج يساوي 11 أم 1100 أم 110 أحسنتم الإجابة الثانية المقدار يساوي 22 في 17 زائد 22 في 11 زائد 22 في 22 يساوي 22 في 17 زائد 11 زائد 22 أي 22 في 50 تساوي 11 مثال آخر إذا كان سين ناقص ثلاثة صاد تساوي 9 فأوجد باستخدام التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى القيمة العددية للمقدار 30 في سين ناقص ثلاثة صاد ناقص 9 صاد في سين ناقص ثلاثة صاد أي يحسبوها؟ واختاروا الإجابة الصحيحة القيمة العددية تساوي 9 أم 81 أم 243 أحسنتم الإجابة الأخيرة 30 مضروبة في سين ناقص ثلاثة صاد ناقص 9 صاد مضروبة في سين ناقص ثلاثة صاد العامل المشترك سين ناقص ثلاثة صاد مضروبة في 30 ناقص تسعة صاد أي سين ناقص ثلاثة صاد في نخرج العامل المشترك من القوس الآخر 3 في سين ناقص ثلاثة صاد أي تسعة في ثلاثة في تسعة يساوي 243 مثال آخر اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن مساحة الشكل الآدي الشكل الذي أمامكم عبارة عن مستطيلين ملتصقين والأطوال مبينة على الرسم مساحة الشكل تساوي 50 في 4 صاد زائد ثلاثة أو مساحة الشكل تساوي مساحة المستطيل الأول زائد مساحة المستطيل الآخر أي 50 في 4 صاد زائد 50 في ثلاثة تساوي 20 سين صاد زائد 15 سين سنتيمتر مربع